هلو يا حلوين فيديو النهاردة فيديو جديد وهكلمكم عن أربع عطور كمان يعتبروا بالنسبة لي عطور جديدة جربتها الفترة الأخيرة دي الأربع عطور مختلفين تماما عن بعض يعني مش لزوء واحد أبدا كل عطر فيهم زوء تماما مختلف عن التاني عايزة أقول لكم أن لو أنتوا أول مرة بتشوفوني أنا دينا ودي قناة دو بيرفيومز لو أنتوا مهتمين طبعا بالعطور فأنا هبقى سعيدة جدا أنتوا تنضموا للعلامة بتاعتنا وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان دايما يجيلكوا إشعارات بكل فيديو جديد بينزل أما لو أنت تعرفيني فتنسيش تعملي بقى لايك عشان أكيد أنت من عيلتنا اللي حبى الموضوع جدا فيلا نبدأ مع أول عطر وهو عطر سكاندل باينايت وأنا وعدتكن أن أكلمكم عنه والعطر الثاني هو وده كمان عطر زوء مختلف تماما عن العطور اللي تكلمنا عنها قبل كده وأنا شخصيا حبيته جدا وهقول لكم ليه أما العطر الثالث فهو وده زوءه بردو مختلف وهو من إمبيريو أرمني وهكلمكم عنه بالتفصيل العطر الثالث هو عطر إندرا وده عطر سهر قليل جدا وزوءه بردو مختلف عن التلات عطور تماما خلونا نبدأ بقى مع أمبر بلند بما أن الجو برد جدا 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 فأنا أكلمكم عن النوعية دي من العطور وهعرفكم هتناسبك أو مش هتناسبك تعالوا بقى أكلمكم عن العطر ده بالتفصيل خلونا نتكلم مع بعض بمنتهى الصراحة العطر ده زوءه مختلف عن عالم عطور النساء شوية عموما العطور الجونيسكس زوءها مختلف مش أي لدي بتتقبلها ليه؟ العطور دي أو العطر ده أو الاتجاه لاتكلم عنه النهار ده في العطر ده هو اتجاه العنبر والأخشاب اتجاه اللي هو السبايسي البلساميك اللي فيه خشب اللي فيه سبايسيز ولكن سويت ستيل سويت العطر ده دارك وبتحسي منه ريحة تشبه البخور شوية فيه توابل في البداية خلينا نقول لكم الطوب نوتس بس الأول ونتكلم عن إحنا هنشمها إزاي الطوب نوتس فيها السينمن والنات ماج اللي هو الإرفة والجوز تكتيب أما الميدا نوتس فيها العنبر وفيها الرام الرام ده مشروب كحلي والبايز نوت فيها البيرو بالسام والساندر وود والبيرو بالسام ده يعتبر نوع من أنواع الصمغ لريحة دسمة طبعا خشب الصندل العطر ده أنا بالنسبة لي أنا بالنسبة لزوئي عجبني جدا تعالي أقول لك العطر ده لو أنت لو أنت إيه العطور اللي محبتياش مش هتحبيه لو أنت من الناس اللي جربت من إيفون بما أن سعره قليل وأكيد أغلب الناس جربته ومحبتيهوش فأنت بالنسبة لك اللاين بتاع العطور الشرقية اللي فيها العنبر واللي فيها البلسم وفيها الأخشاب والتوابل مش زوئك أبدا أزواء مختلفة خلييني أقول لك أن الزوء ده مميز حقيقي وخصوصا في فصل الشتاء بتحسي أنه هو دافي وحار وفي نفس الوقت برضو سويت فأنا شايفة أنه هو التدرج الطبيعي للزوء النساء اللي بتحب العطور السويت ولما تنضج أكتر هتبتدي تميل للعطور اللي فيها السفايسز السويت المسكرة اللي فيها الإحساس البلساميك الخشب ده عطرة فخمة جدا جدا وعلى فكرة يعتبر سعره ما كانش عالي بالنسبة لعطور النيش ويصلح أن يكون مدخل لعطور النيش من أول العطر ده لأن سعره فعلا لا يقارن بعطور النيش وأداءه كمان أداء عالي فواح سابت سبايسي بطريقة حلوة والعنبر يعني واضح قوي في العطر ده ولكن زي ما قلتلك في ريحة تشبه البخور شوية وإذا كنت مش من الناس اللي بتحب ريحة العود فكمان العطر ده إيتس أوكي بالنسبة لك أنا كمان ما بحبش العود بصراحة فبالنسبة للعطر ده كان ريحته مش مزعجة أبدا ما فيهوش عود ولكن فيه أخشاب مدخنة وفيه ريحة بخور فيه ريحة الرم إلى حد ما ريحتها بوزي شوية كأنها مخمرة ممكن تزعجك بعض الشيء في البداية ولكن يا جماعة لو أنتوا بتحبوا العطور اللي فيها ريحة السمغة والخشب والريحة السويت السبايسي الوورم الدافية الحرة أنا بشوف أن العطر ده هينسبك جدا إذا كنت بقى من الناس اللي حبت فاراوي رويل من إيفون فالعطر ده غالبا هتحبيه جدا جدا وانصحك أن يكون عندك في الكوليكشن بتاعتك لأنك فعلا مش هتستغني عنه فصل الشتاء أبدا ولو أنت عموما كمان من الناس اللي حبت الزوء ده أوعدك أن الفترة اللي جاية هكلمكم عن عطور سعرها قليل وفي نفس الوقت بتدي أداء أو بتدي نفس السكة والخط ده من العطور الأوريانتال الشرقية من غير عود وعشان ما ننساش أبقى وصفتلكو العطرة بشكل مجمل العطرة ده هتشمي منه ريحة العنبر بتشبه ريحة الكوكاكولا وأنا عجبني جدا التعبير ده إن فعلا فيه ريحة عنبر حادة فيه عنبر بيكون ريحته زي لونه كده عامنا زي الكراميل كده تشبه ريحة الكوكاكولا فعلا طبعا مع السينمون ومع الناطمج ريحتها سبايسي قوي الناس على فكرة اللي حبت عطر أورجانزا زمان من جيفانشي ممكن جدا تعجبها العطور دي ولكن تخيالي إن فيها إحساس مدخن أو إحساس يشبه البخور مع الريحة القوية دي إذا كنت كمان من الناس اللي بتحب إيليون ممكن السكة دي تعجبك قدام شوي العطر التاني اللي معانا بقى هو سكاندال باينايت وأنا كلمتكو عن سكاندال باينايت ولكن كنت جربت منه نسخة كده مستنسخة عن ريحته وكلمتكو عنها وكان أداءها عجبني لأن أنا كنت بشتري الحاجات فكنت مش متأكدة إذا كنت أحب سكاندال باينايت ولا لأ والحقيقة لما جربت النسخة اللي هي المفروض طبعا يعني بتقترب من ريحة الوريجنال ولكن بتجيب القاعدة بس من العطر فأنا سكاندال باينايت عالي أبني جدا جدا واشتريت منه العطر الأوريجنال فعايزة أكلمكو بقى عن العطر ده والناس اللي بتحب العطر ده الحقيقة أنا بشوف أن العطر سكاندال باينايت إذا كنت من الناس اللي بتحبيه فأنت أكيد أكيد بتحبي العطور التوجري والعطور التوجري اللي ما فيهاش طبعا ريحة مدخنة ولا حاجة بالعكس هي توجري فيها عسل وفيها تشاري والتشاري هنا أجمل ما فيه أنه مش صور تشاري سويت قوي جوسي جدا ريبت قوي بتحسي أنه هو يعني بيكمبليمنت قوي التيوبروز اللي موجود في العطر ده العطر ده طبعا عطر زهور بيضة وعسل والسويت رحته فعلا فعلا من العطور السكسي جدا 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 ولكن إذا كنت من الناس اللي بتحبش العطور السويت فدفنت لي العطر ده مش ليكي ومش هتحبي إذا كنت من الناس اللي بتحبي سكاندال باي نايت أنا أتوقع أنك قدام شوية بعد مرور كم سنة كده ممكن تلاقي نفسك انتو عطور العنبر وعطور السكة السبايسي العنبر المسكرة اللي زي العطر اللي تكلمنا عنه في الأول تعالوا بقى نتكلم عن ده برضو بالتفصيل العطر ده أول ما هترش شي هتشمي منه ريحة المرتقان المسكر جدا طبعا فيه لمحة سيترسي خفيفة كده ريحة المرتقان مع العسل كومبو رائع على فكرة لو بتحبي بويزون جيرل من ديور هتحب العطر ده جدا بعد شوية كده تفضل ريحة الهاني مسيطرة قوي قوي مع ريحة الحمليات وبعد كده تبتدي تشمي التوبروز مع التشاري التوبروز بيدي ريحة كده مسك الروم بيدي ريحة تجمه الياسمين ولكنه ياسمين مسكر قوي فالعطر سويت جدا يعني بكل الجوانب بتاعته الحقيقة عطر غالب عليه كده ريحة في بعض الناس بتقوله نها بتشبه ريحة ريحة مصنعة زي الأدوية ولكن أنا مش بحسها كده أنا بستمتع بالعطر ده وبجمال العطر ده بصراحة عطر يعني البلاندينج بتاعه حلو قوي النوتس بتاعته في رأيي أنا واضحة ونقية كده جدا أحلى حاجة من التشاري اللي هنا التشاري مش صور أبدا التشاري هنا سويت قوي فيه أورنج بلصم فيه بير فيه ريحة فروتي ولكنها مغلفة بريحة عسل أبيض مع تحسيره يعني سحابة كده من ريحة الحمضيات المسكرة جدا برضو العطر ده القاعدة بتاعته قاعدة حلوة قوي أنا بفضلها أنا من الناس اللي بتميل للباتشولي لأن الباتشولي نوتة قوية طبعا وخشبية إلى حد ما وخشب الصندل وفيه مسك وفيه طبعا حبوب التونكة العطر ده لو أنت من الناس اللي حبيتي جود جيرل فهو ممكن يكون نفس زوءك شوية ولكنه سويت أكتر لو حبيتي لفيه بال هو نفس السويتنس يعني برضو بنفس درجة السويتنس ولكن أنا بشوف أن العطر ده أجمل من العطرين التانين ريحته فيها حضور أداءه قوي فوح جدا جدا بترشيب بيفوخ في الأودة كلها تحديدا النسخة اللي هي النسخة اللي هي باين عيت وهي تعتبر الأودة بارفام إنتنس هي يعني هي ظهور بيضة وسويت وفيه ريحة باودري بتبقى خفيفة وطبعا فانيلا العطر لما بيبرد ريحته بتبقى رائعة ولكن بالمقارنة كمان مع افتتاحية العطر والمقدمة بتاعته أنا بشوف أنها افتتاحية يعني عبقرية كده حلوة حلوة بتخاطب الجنب الأنسوي كده منك لما بتخطيها بتحسي أن أنت يعني كأنه مفيش حد زيك أنا بحس كده مع العطر ده بصراح لما بيبرد ريحته بتكون ماتير أكتر بتكون ريحته يعني رزينة أكتر كده عقلة أكتر لكن في البداية ريحة الأورنج المر والسيترس والحمديات مع التشاري بتحسي أنها جيرلي كده يعني دمها خفيف كده في نفس الوقت وهي سويد لكن لما بيبرد البتشولي لما بيظهر بتحسي أنه هو بيوريكي جانب كده مش سهل من العطر بتحسي أنه هو بيوريكي جانب حد وناضج وفي نفس الوقت بقى بيبتدي ياخد شكل جد شوية لكن بتفضل الريحة سويد طبعا جدا جدا ومعاها ريحة المسك عايزة أقولك بس أنه في بداية العطر ما بتروش شيء ساعدني يجيلك فيبس سوبي لحد ما خفيفة جدا 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 مش هتلاحظيها قوي ولكن هتحسي بلمسة صابونية خفيفة بتروح أو بتحضر وبعدين ما بتبقاش موجودة خلاص ويبتدي العطر بقى يبقى فيه اللي هي ريحة القاعدة العطرية فده أعتقد في الميدا النوتس بيحصل أو في البداية مش فاكرة بالزبط ولكن أعرفي أنه في ريحة سوبي كده خفيفة هتحسيها خفيفة جدا لا تذكر اللي لو أنت كنت بتشمي عطور كتير وقدرت تتعرفي عليها طيب بالمقارنة مع النسخة اللي هي الكابي اللي كلمتكوا عنها قبل كده وقلتلكوا أنا كنت جايباها منين مش هتشمي مسك الروم بقوة هتحسي أن انت شمى ريحة أظهار بس مش مترجمها هتحسي أن انت شمى ريحة العسل طبعا ريحة التشيري موجودة ولكن مش واضحة زي ما هي واضحة في النسخة الأوريجنال البتشولي طبعا برضو مش هتشمي بقوة في النسخة اللي هي الكابي لكن في النسخة الأوريجنال تحسي طبعا بنقاء بقى المكونات أكتر تحسي أن يعني أنت قادرة تحددي المكونات اللي موجودة في العطر أكتر ولكن عشان تقولي هو بيطابق ريحة العطر الأصلي كمجمل أو طبعا بنسبة يعني بنسبة 95% مثلا إذا كنت يعني في ريناف إن أنا أقول إنه هو 95% ولكن مش هتحسي بتدرج النوتس اللي بتستمتعي به في العطر الأوريجنال ولكن يفي بالغرض لو أنت عايزة تستخدمي عطر لشمك يعرف أن أنت حتى سكندل هيعرفه أن هي دي سكندل ما فيش مشكلة ولكن أنا بتكلم عن تفاصيل العطر العطر الثالث اللي معنا النهاردة هو العطر ده زوقه كمان مختلف عن العطرين اللي فاتوا خالص كمان زوقه غير آمن هو عطر فيه لمحة ذكورية شوية كده رجالية فرش خليني أقول لكم مكونات العطر دقي وأحكي لكم عنه بالتفصيل العطر ده مكوناته الساور تشيري لسا كنا بنتكلم عن السويت الحلو المسكر جدا هنا موضوع مختلف الساور تشيري هيدينا إحساس يشبه الحمديات أكتر بلاك كارنت وراسبري فهو انتوب نوتس فروتي جدا ولكنها فروتي بطريقة سيترسي حمضية المادل نوتس هي زهرية فيها اليسمين وفيها الروز وفيها الورمود والورمود بتشميه أكتر أو أكتر حاجة أو الحاجة اللي أنا جربت فيها نوتة الورمود كانت بير بري بادي أما القاعدة فهي باتشولي وباتشولي فوريفر ما فيش أي حاجة تانية عطر ولا فيه فانيلا ولا فيه أي مكون من المكونات الأنسوية النعمة أنا بشوف العطر ده فعلا يصلح للرجال والنساء حقيقي العطر ده ريحة الراسبري اللي فيه في البداية قوية واضحة جدا وريحة التساور تشري موجود ولكن ريحته تكاد تقترب من ريحة الحمضيات ولكن هتقدر يتحسي أنها مش حمضيات عادية يعني هي ولا ليمن ولا هي ماندرين ولا هي أورنج ولا هي بيرجاموت ممكن شوية تحسي أنها يعني تشبه البرجاموت شوية فيمكن هو ده اللي بيديني الإحساس الرجالي شوية العطر ده عموما ريحته تعتبر يعني فواحانها متوسط يعني تقريبا بطول مثلا يعني دراع حواليكي تقريبا في كل الاتجاهات ثبات العطر كويس على الملابس حلو يعني المكان اللي هتدخلي هيباني أن فيه برفيوم ريحته قوية هو عطر فراش فروتي باتشولي ريحة الباتشولي في القعدة لما العطر بيبرد بتبان قوي ببان خشبية وعطر تحسي منه الإحساس الخشبي هتحسي أنه هو حمضي ريحة الساور تشاري هنا عارفين بتشبه مثلا نفس التشاري اللي موجود في برادا كاندي جلوس اللي هي الإزازة البينك كلمتوكو عنها قبل كده أحطولك سوريتها هنا فوقا لليمين بيشبه التشاري ده جدا ولكن ما فيش بقى الحاجات اللي نعمت العطر ده زي مثلا اللوز والفانيلا لا هنا الموضوع مختلف هنا خشبي باتشولي أكتر فالعطر يبدو كده وكأنه عطر شوية في لمحات ذكورية أنا بشوف أنه عطر شتوي أن الباتشولي فيه قوي مش شايفة أنا بالنسبة لي مش هستخدمه في الصيف قوي يعني ممكن بالليل في الصيف أوكي ولكن زوقه يعني لو أنت بتحبي التشاري هتحبيه إذا كنتي مش حابة التشاري قوي فهو مش هتحسي أن انت ميلة لي قوي في عطور فيها نوتة التشاري حلوة قوي أكتر من العطر ده الحقيقة العطر ده هو أنا مش أنا اللي بستخدمه يعني هما أنا بشوف أنه هو زوقه رجالي أكتر فالرجال اللي في بيتنا هما اللي بستخدموه مش أنا بستخدمه أوقات لما بحسني محتاجة حاجة فراش وفي نفس الوقت فروتي وبكون ميلة شوية ريحة الباتشولي الخشبية ريحة الباتشولي هنا مش أرتي أبدا مش أرضية أبدا أو ترابية خالص ريحة الباتشولي هنا فراش منعشة بتشبه زي ما بيقولوا اللي هي الكولونيا الرجالي شوية بصراحة ولكن فيها فروتس ساور لو أنت بتحبي عطر أو بتحبي ريحة التشاري الساور بالنسبة لشخصية العطر ده أنا بشوف أنها برضو شخصية لها حضور لو أنت فيه ميل بتحطي أو بتستخدمي أو بترتدي العطر ده هتحسي كده منه أن أنت فراش كلين وفي نفس الوقت برضو في حتة كده متدلعة شوية أنت بستخدمة حاجة فيها فروتس ريحة البلاك كورنت موجودة الراسفري موجود الروز الياسمين فأنا برضو مش عايز أقول أنه هو توتالي عطر رجالي لا هو أصلا في الأصل عطر نسائي ولكن أنا بشوف وأغلب الناس على فكرة شافت أنه عطر بيصلح للرجال أكتر رحته منعشك جدا رحته طبعا سويت رحته فروتي ولكن فروتي حمضي لازع صور أما العطر الرابع والأخير هو وده عطر من العطور اللي سعرها قليل جدا وكنت بدور عليه لأني كنت عايز أتعرف على ريحة العطر الـ وقليل قوي ده ولقيته بسعر قليل قوي بس لما جيت دورت عليه دلوقتي تاني عشان أحطي لكم اللينك بتاعه تحت لو أنتم حابين تشوفوا لأنه ما كانش كتير موجود لقيته للحقيقة للأسف خلص وهو كان من أمازون بردو كعادة العطور بلاين باي اللي بشتقيها فالعطر ده خليني أعرفكم عليه العطر ده عطر رحته قديمة جدا ولكنها نعمة فلورال جدا صابونية قوي بطريقة كده بتشبه العطور الفينتوجي القديمة اللي ليها فيبس تشبه الموم بيرفين بتحسي أنها عطر زي ما بيقولوا عطر من عطور الأمهات ريحة العطر زهرية جدا جدا باودري قوي ولكن باودري بطريقة صابونية زي ما نشايفين شكل باطل عجبني قوي اللي هو الفروست دلاس ده أنا بالناس اللي تحب الفروست دلاس على فكرة جدا عايز أقول لكم العطر ده أداءه بصراحة وسابات وفا وحانه يعتبر كلهم من ضعيف لمتوسط طبعا بالنسبة لسعره يعتبر كويس قوي أنت ياربتي تحصلي رائحة صابونية قديمة لو أنت من الناس اللي بتحب الحاجات اللي هي بترجعك بالعمر شوية الورا فممكن تحب العطر ده وتحب أن أنت يتجرب بيه عموما العطر ده في أربع مكونات فقط على فراجرانتيكا هو الأيلينج أو اللانج لانج والايرس والياسمين وظهرة البرتقال الأفريقية العطر ده فعلا أنا بشم منه ريحة روز بحس أن يشم روز أو ورد بحس أن يشم آيرس طبعا بحس أن يشم زهور صفراء وزهور بيضاء عطر كده من التوليفات بتاعة العطور الأديمة شوية العطر ده يعني هو فعلا أنا العطر اللي بيقوله عليه بيشبهه هو أنا ما جربتوش مؤخرا هو عند ماما بس أنا ما جربتوش مؤخرا وهو كان كلوي الإصدار القديم عطر عارفين الريحة اللي فيها إحساس عمزة ريحة صابونية فراش ولكن هو مشكلته الأداء الضعيف ولكن طبعا أداءه برضو بيناسب سعره العطر ده زي ما قلت لك هو ريحة صابونية بيصلح لكل الفصول للصيف أو الشتاء ولكن مش بالليل لأنه هو عطر فراش عطر صابون عطر منعش عطر باودري ولكن أداءه هو اللي ضعيف شوية طبعا من نسبة لسعره زي ما قلنا بس كده دول كانوا آخر عطور جربتها استيل في عطور هجربها وكلمكم عنها ريديوز الجاية ولكن آآ بحاول يعني أعمل فكرة آآ واضحة عنهم قبل ما أتكلم عنهم آآ الفترة اللي جاية إن شاء الله لو استمتعتوا بالفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة وتسيبوهوا لي تحت في الكومنتات قلولي إيه رأيكو أي اتجاه عطري هو زوقكم شوفكم الريفيو اللي جاي باي باي